أشاد محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني بجهود إدارة مكافحة المخدرات بأمن ساحل حضرموت بمدينة المكلة ودورها في ضبط مروي ومتعاطي المخدرات الذين يعملون على نشر هذه الآفة والإضرار بالمجتمع وإفساد الشباب ومتابعتهم وإلقاء القبض عليهم وأشار المحافظ خلال زيارته لإدارة مكافحة المخدرات أن قيادة السلطة المحلية والمنطقة العسكرية الثانية تتابع باهتمام النجاحات التي تحققها إدارة مكافحة المخدرات داعيا إلى توحيد الجهود لمواجهة آفة المخدرات التي تتطلب التعاون بين مختلف الجهات المجتمعية والأمنية وفي ختام الزيارة قدم البحسني شهادة تقديرا لإدارة المكافحة وحواف الزمالية تثمينا لنجاحاتهم